أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في المحاضرة الثانية من محاضرات أل التعريفية التي نتحدث فيها عن أل التعريفية بعد أن تحدثنا عن أقسم أل الحرفية عموما وقلنا هي قد تكون زائدة وقد تكون تعريفية واليوم نتحدث عن أل التعريفية أي التي تدخل على الإسم فتفيده تعريفا أل المعرفة هي التي تفيد الإسم تعريفا ولكنها لها ثلاثة أقسام أل المعرفة أي التي تفيد تعريف الإسم الذي دخلت عليه لها ثلاثة أقسام أل عهدية والاستغراقية أل الاستغراقية وأل التي للحقيقة ثلاثة أنواع من أل المعرفة أو التعريفية ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع إما أن تكون أل عهدية معرفة أو أل معرفة أهدية أو أل معرفة استغراقية أو أل معرفة تفيد الحقيقة القسم الأول أل العهدية المقصود بها هي التي تدخل على النكرة أل التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف تجعل مدلولها فردا معينا بعد أن كان مبهما شائعا الله أكبر يبقى أن العهدية تدخل على كلمة نكرة تفيدها شيئا من التعريف تجعل معناها فردا واحدا معينا بعد أن كان شائعا ينطبق على كثير على كثير من بني جنسه وعلى العهدية هذه ثلاثة أنواع إما عهد ذكري وإما عهد علمي ذهني وإما عهد حضوري نبدأ بالحديث عن النوع الأول العهد الذكري يعني تدخل على شيء تفيده شيئا من التعريف بعد أن كان عاما طب يعني عهد ذكري هو أن يكون الاسم الذي دخلت عليه أل تقدم ذكره في سياق الكلام يبقى اسمه عهد ذكري يعني ذكرناه قبل ذكر الشيء المقصود الذي دخلت عليه أل قبله في الكلام فهو مذكور قبل ذلك وحاضر في ذهن من في ذهن القارئ أو المستمع كقولك مثلا زارني صديق فأكرمت الصديقة أل هنا عهدية ذكرية لماذا؟ لأن كلمة الصديق هذه سبقت قبل ذلك وذكرت في الجملة زارني صديق فأكرمت أي هذا الصديق المعهود الذي ذكرته لكم اسمها العهدية ذكرية لماذا؟ لأنها دخلت على اسم كان قد سبق ذكره في الجملة ومن ذلك قول الله تعالى إن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون إن أرسلنا إليكم عذرة إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول هنا موضع شاهدنا في كلمة الرسول أل هنا تعريفية صح وليس الزائدة ولكن أي أنواع أل التعريفية عهدية ذكرية لماذا؟ لأن كلمة الرسول هنا سبق بها كلام أو سبق بها كلام فقال أرسلنا إلى فرعون رسول هو الرسول الذي هو الذي أرسل إلى فرعون عصاه فرعون ومن هو الرسول الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى عليه السلام فهنا أل دخلت على كلمة الرسول هنا لماذا؟ لأنها عهدية تعريفية عهدية ذكرية لأنه سبق لفظ سبق سبق ذكر لفظ الرسول وهو موسى عليه السلام يفهم الذي أرسل إلى فرعون هو موسى فهنا العهدية ذكرية أي معهودة وذكرت في الكلام قبل ذلك مرتين أما العهد العلمي أو الذهني العلمي أو الذهني أي الذي يكون معلوما مسبقا ولم يذكر يكون معلوما مسبقا في ذهن القارئ أو المستمع ولم يسبق في سياق ولم يذكر معذرة ولم يذكر في سياق الكلام قال ماذا في تعريفه هو ما كان مصحوب أل معلوما إذا كان مصحوب أل يعني اللي دخلت عليه أل معلوما لدى المخاطب قبل أن معلوم في ذهني حاضر في ذهني قبل أن تدخل أل كأن يسأل كأن يسأل طالب كأن يسأل طالب زميله هل كتبت المحاضرة هل كتبت المحاضرة هنا العهدية علمية أو ذكرية هو الطالب الذي سأل يعلم أن الطالب المسؤول حاضر في ذهني المحاضرة المراد أن يأخذها منه فاسمه هنا التعريفية تعريف عهدي أو عهدية تعريفية عهدية ذهنية أو علمية ومن ذلك قول الله تعالى إذا أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار أل هنا تعريفية عهدية ولكن عهدية ذهنية لدخولها على كلمة الغار أي الغار الذي هاجر الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وصاحبه في ماذا في رحلتهما للهجرة هربا من مشرك مكة فأل هنا عهدية ماذا عهدية ذهنية تعريفية أيضا أما النوع الثالث والأخير من أنواع أل العهدية التعريفية هو يسمى العهد الحضوري يعني العهد الحضوري يعني هو ما كان إذا كان الإسم المصحوب بأل حاضرا حاضرا في نفس الوقت نحو قولك اليوم نسافر إلى مكة اليوم خلاص ده اسمه عهد أل هنا عهدية تعريفية عهد حضوري يعني في اليوم اللي نحضر فيه الآن وليس يوما آخر ومن ذلك قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فاليوم هنا أل هنا دخلت على العهدية العهدية تعريفية ولكن عهد حضورية أي في هذا اليوم الحاضر وهو يوم عارفة في خضة الوداع في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في قبل موته صلى الله عليه وسلم بأشهر في حجة الوداع أي اليوم الحاضر فيه الذي حضر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في يوم عرفة في حجة الوداع كما ثبت ذلك في الصحيحين وصار مدلول ألف الآية معرفة لحصوله في وقت الكلام أي التعريفية عهدية حضورية أي اليوم الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم الجمعة الذي خطب فيه خطبة حجة الوداع بذلك ننتهي من تعريف الأقسام العهدية فإلى محاضرة قادمة نكمل فيها أقسام وأنواع أل فإلى اللقاء